بناخد منك التمن وبنطردك بالعصة تمش غسط ولا لا غسط هذا هو الوضع اللي اليوم المسلمين فيه سبب شنو سبب ضعف الامة الاسلامية لما تفشى فيها الفساد والشر واصبه ما قادرين يحموا نفسهم خلي يحموا الضعيف فيهم انا بقول لكم الكلام ده ماهو بره من الدرس لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم والمسلمون في اي مكان مسلمين اذا انت مهتمت بامر المسلمين مروا ما بيجي مرا هلوهم ما بيجي حلو همهم ما بيجي هم وما بتدر منهم حليتهم تبقى انتماغ منهم فعشان كده لابد من الفكرة دي ولابد من التفكير ولابد من التوجه الى الله بالدعاء عشان ربنا تبارك وتعالى ينصر المسلمين وينصر المستضعفين ويطهر قلوبنا وقلوبهم من الشر ومن فكرة الشر ومن ارادة الشر ما فهمس الكلام هذا لان النصارى دايرين يقول لنا المساجد دي محل للصلاة والعبادة بس الاسلام دا عبادة بس لكن ربنا بيقول لكم الاسلام دين ودولة فيه الحلال وفيه الحرام وفيه حدود وفيه احكام تنفذ انزل الاحكام دي عشان تنفذ كده ولا لا ابقى لابد من حراسة القلب وحمايته من فكر الشر السادة الصوفية ما بيتكلموا لك عن فعل الشر لان فعل الشر دا مفروغ منه اي فقيه اي عالم بيقول لك صوات الشر مزيني الصوفية بيقول لك لا التفكير في الشر افصل ليه لان التفكير في الشر هو اللي برميك في الشر دا الفرق بين الفقيه والصوفي الصوفي بيقول لك لا تفكر في الشر داكم بقول لك لا تقع في الشر هالشرع مع مين الشرع مع صوفي لان الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد فقد استبرأ لدينه وعرضه معروف الكلام هذا معنى الكلام دا ان اتقاء الشبهات علامة دالة اتقاء الشبهات هو عدم التفكير فيها اتقاء الشبهات هو اللي بيخليه تبعد من الحرام لشان نقول لنا نص الشرع دليل الشريعة مع الصوفي في حماية القلب من الخوض في افكار الشر لما نحمي قلوبنا من افكار الشر بننجو من الشرع لاننا بنفكر في الاكل قبل ما ناكل نفكر في علم قبل ما نشرب نفكر في العلم قبل ما نتعلم نفكر في كل عمل بنسوي ده بنفكر فيه قبل ما نعمل والتفكير لما يزداد تركيز لما يزداد التركيز بيصل لدرجة الفعل مفهومة الكلام هذا؟ البفكر في القتل كثير لابد من إبقى قتال البفكر في السرق كثير لابد من إبقى سرات البفكر في الزينة كثير لابد من إبقى زال البفكر في قطع الطريق كثير لابد من إقاطي الطريق البفكر في الاستكبار كثير لابد من إبقى مستدبر البفكر في الظلم كثير لابد من أن يكون ظالم البفكر في الدنيا كثير لابد من أن ينسى الآخرة كما أندل بفكر في الآخرة كثير لابد من أن يبقى من الطابة الآخرة ومن أولياء الله تبارك وتعالى مفتوم في كلام هذا إذن حماية القلب هي قبل كل شيء ولا يغر أنك ما توسم به ظاهرا فإنه لا روح له إذن الإسلام حب الله وحب الصالحين من عباده انتهى وقال لك أصحاب الوقيعة وأصحاب الموالين للظلمة وفشان حب الجه والمنزلة وحب الدنيا وتفويتها على الآخرة دول مفهوم الكلام هذا اللي تفلت منهم الإسلام دول دا ما توسم بي في الظاهر من صلوات وصيام ومشاركة المسلمين في بعض الأعمال الظاهرة دا ما يغرك لأنه زاء الجسم ما عند روح والجسم بلا روح ما بيبقى شيء إذن الإسلام حقيقة هي حب الله وحب الصالحين وهو قال لك حب الله دا مخترم بالخدمة في الظاهر لأنه إذا أرادك لابد أن يشغلك في الظاهر بخدمته ويشغلك في الباطن بما حبته كده أقول لا إذن الإسلام هو حب الله وحب الصالحين من عبادة ليه؟ لأن الصالحين هم الوسائل أو الطرق البتوصلك ليا إذا حبيت تبقى من الصالحين لابد أن تصحب الصالحين وإذا